وأقصر الطرق التي تعين الإنسان على بذل الإحسان لمن أساء إليه أن يرقب الله فيهم أن يعامل الله في الخلق فمن عامل الله في الخلق هان عليه ما يلقى من الإساءة فإذا أحسنت وقبلت بإساءة فلا تظن أن الإساءة أن الإحسان قد ذهب بل هو عند الله وأجرك أعظم من ذلك الذي أحسن فقوبل إحسانه بنظيره لأنك تجمع بين أمرين بين الإحسان والصبر على الأذى